أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد اللقص الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذ من دون وكلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وعمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر رفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشرا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشرا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدير نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن نراد الآخرة وسعانها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذرا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تصديلا لا تجعل مع الله إله الناخر فتقعد مذنوما مخذلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين يحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساسبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها الناخر فتنقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصلاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة ناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفرا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبع بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفرا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسترا وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا في أذانهم وقرا وإذا ذرأت ربك في القرآن وحده لولوا على أجبارهم نفرا نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعورا انظر كيف ضربوا لك اللمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما وارفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة وحديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغدون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم ما أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبي على بعض وآتينا داود سبورا قل دعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية لا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمد الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بآيات إلا تخفيفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتركن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطات منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشارككم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجيلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفرا أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمأمنتم أن يعيدكم فيه تارة نخرى فيرسل عليكم قاصفا من ريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يومنا دعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن سبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا لا استفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفاجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولئن شئنا لنذهبن بالذي يوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأباء أكثر الناس إلا كفرا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسافا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن للقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أو أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت إذناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفرا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأنفكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسعورا قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسعورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسل لك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرطناه لتقراه على الناس على مكس ونزلناه تنزلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم مجر حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض سينة لها لنبلوهم أيهم محسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرسا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أولفت يد إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لا هل لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قامنا اتخذوا من دونه إيارها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تقارضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن ترد له وليا مرشدا وتحسبهم إيقاظا وهم رقود هو نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط زراعه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما نعبض يوم قالوا ربكم معلم بما لبستم فبعثوا وحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنكم من يظهر عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أمدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون سلاسة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثابنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم سلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليحفر إنا أعتذنا للظالمين نار نحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاسوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسات مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا ندع أجر من نحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من نساور من ذهب ويلبسون سيابا خضرا من سندس ويستبرق متكين فيها متكين فيها على الأرائك نعم السواب وحسنة متفقة واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نعناب وحففناهما بنخر وجعلنا بينهما زرعا وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمان تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارثة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما شدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المدلين عددا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوتهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ونا قد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليجحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم كنة أن يفطهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لأعجل لهم لعذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضع حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غضاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نمرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عصرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قالا قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم